دلوقتي مشاهدينا معد بموجز الأهم الأخبار مع دينا تفضل يا دينا شكرا لك محمد التاسع صباحا بتوقيت القاهرة السابعة بتوقيت جرينش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم عد الرئيس عبد الفتاح سيسي إلى أرض الوطن بعد مشاركته في القمة الإفريقية الأوروبية بالعاصمة البلجيكية بروكسل وخلال كلمته في المؤتمر الصحفي الذي نظمته منظمة الصحة العالمية على هامش أعمال القمة أعرب الرئيس عبد الفتاح سيسي عن تقديره لاختيار مصر ضمن دول إفريقية للحصول على تكنولوجيا صناعة اللقاحات مؤكدا أن مصر إثثمرت في تكنولوجيا تصنيع اللقاحات ودعم الدول الإفريقية لتوفيرها لمواطنيها التقى الرئيس عبد الفتاح سيسي بالرئيسة البرلمان الأوروبي وذلك على هامش زيارته إلى العاصمة البلجيكية بروكسل وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن رئيس سيسي أكد حرص مصر على تعزيز التعاون البرلماني مع الجانب الأوروبي في ضوء أهمية العلاقة الاستراتيجية بين الجانبين والتقى الرئيس السيسي برئيس المجلس الأوروبي ورئيسة المفوضية الأوروبية وذلك في لقاء جانبي خلال القمة الأوروبية الإفريقية كما التقى الرئيس السيسي الرئيس السنغالي ماكي سال خلال القمة الأوروبية الإفريقية هذا والتقى الرئيس السيسي بالرئيس الناجيري محمد بوهاري وذلك خلال القمة الأوروبية الإفريقية كما التقى الرئيس السيسي بالرئيس الكيني أوهورو كينياتا خلال القمة الأوروبية الإفريقية أكد رئيس الأمريكي جو بايدن أن واشنطن لديها أسباب للاعتقاد بأن القوات الروسية تخطط وتعتزم مهاجمة أوكرانيا خلال الأيام المقبلة وفي كلمة حول الأزمة الأوكرانية قال بايدن أن القوات الروسية تحاصر أوكرانيا حاليا من بيرلاروسيا على طول الحدود الروسية إلى البحر الأسود في الجنوب مشيرا إلى أن واشنطن لن ترسل قوات إلى أوكرانيا ولكنها ستقدم الدعم لها كما شدد على أن الولايات المتحدة ستدافع عن كل جزء من أراضي الدول التابعة للنيتو والدول الحليفة قالت وزارة الخارجية الأمريكية أن المبوث الرئاسي الأمريكي الخاص للمناخة جون كيري سيجري زيارة إلى مصر يومي العشرين والحادي والعشرين من فبراير الجاري وأوضحت الخارجية الأمريكية في بيان لها أن كيري بالاشتراك مع وزير الخارجية سامح شكري سيطلق الاجتماع الافتتاحي لمجموعة العمل الأمريكية المصرية المعنية بالمناخة المناخية الثنائية والمتعددة الأطراف قبل قمة المناخة كوب 27 في شرم الشيخة وقالت الخارجية الأمريكية أن كيري سيلتقي خلال زيارته لمصر مع نظرائه الحكوميين أمثل الأعمال الحاثية على استمرار وزيادة الطموح المناخية أعلنت وزارة الصحة وسكان خروج 1983 متعافيا من فيروس كورونا من المستشفيات وذلك بعد تلقيه من رعاة الطبية اللازمة وتمام شفائهم لارتفى إجمالي متعافين من الفيروس إلى 397218 حالة وقالت الوزارة أنه تم تسجيل 2053 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحليلها للفيروس ومتحوراته بالإضافة إلى وفاة 52 حالة جديدة وشيرة إلى إن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد بلغ 465423 شخصا من ضمنهم 397218 حالة تم شفاؤها و23632 حالة وفاة شنت الشرطة الكندية عملية أمنية واسعة ألقت خلالها القبض على العديد من صائق الشاحنات الذين احتشدوا وسط العاصمة الكندية أوتاوى لمدة ثلاثة أسابيع احتجاجا على قيود جائحة كورونا هذا وأغلقت السلطات البرلماني الكندي وألغت خططا لإجراء نقاش حول تنفيذ قانون الطوارئ وسط عملية الشرطة الجارية وأغلقت السلطات البرلماني الكندي وألغت خططا لإجراء نقاش حول تنفيذ قانون الطوارئ وسط عملية الشرطة الجارية ختم مجزئات ساعة فاصل وعود لحظاتكم لاستكمال باقي فقرات صباحي خينيا مصر